سيد الشهاب فرصة تكلمني عن مجدى عبدالعطي بشوفه بصراحة واحد من أفضل المدربين الموجودين في الدور المصري المدرب دايما عنده فكر مختلف يعني مدرب يتلاقي النمط بتاعه مش نمط طبيعي يعني حتى فيه إنه هو ساهم مع ثلاث فرق النواي أهيلهم للدور الممتاز ونجاحه الكبير شوفناه مع أسوان في الموسم الماضي بعد كده في الموسم قبل الماضي على ما أعتقد بعد كده نتكلم مع زيد السنة دي بيطلع معهم من الدرجة التانية للدور الممتاز وبيتكمل معهم في أول تسع جولات وتصدر الدوري في واحدة من أغرب الحاجات اللي موجودة بالنسبة لنا احنا في الكورة المصرية أن فرقة بتتأهل لأول مرة للدور الممتاز وبعد كده بتلاقيها إنه موجودة في الصدارة في وسط أنديها كتير عندها انتدابات كبيرة وعندها لعيبة بأرقام كبيرة وعندها إمكانيات بشكل كبير زي برامز وزي الزمالك أو الزمالك عانا شوية على موضوع الانتدابات اللي كان محروم من القيد فالآخر هو نادي كبير نادي جماهيري لكن تلاقي زي موجود في المكان ده مع مدرب كبير زي كابتن مجد عبدالعاطي أنا مسامير حسان الأسود سواء هو أو فريقه مدرب ممتاز آه هايل أنا بس عايزك عشان للأسف مضطر أختم عايزك كلمني عن إمام عشور بسرعة إمام عشور إحنا ما ندنوش حقه لأنه هو لعيب عنده إمكانات كبيرة جدا لعيب من أبرز اللعيبة اللي موجودة في الكرة المصرية كفاية كلام كل المدربين اللي اشتغلوا معاه على إمكانياته وقدراته الفنية داخل الملعب ما قدمش لسه 30% من مستوامع النادي الأهلي لسه عنده كتير أنا بشوفه يبقى واحد من أنجح اللعيبة لو حتة التركيبة العقلية اختلفت عنده بدأت تختلف وبدأت أنها تتأثر بمنظومة النادي الأهلي وبشكل النادي الأهلي وتفكير النادي الأهلي حتى هو في تصريحاته بعد المقرار الأخيرة بدأ يقولك لولا أن أنا موجود داخل منظومة زي النادي الأهلي مش هقدر لنا رد على انتقادات كتيرة وده بيبيانك أدي حجم تأثير النادي الأهلي على اللعبين وقدراتهم لو اختلفت دي جواه هو القدرات الفنية عنده ما فيش لعيب يقدر ينفسه فيها هشوفه يبقى واحد من أنجح اللعيبة لموجودة في تاريخ مصر